نبدأ مع جريدة الأخبار عون يهدد بعزل الحريري هنا بمعلومات وما نقل عن الرئيس نرجع ونقول من معلومات أكيدة أو مصادر رسمية نقابة المحررين أوقفوا هذه المهزلة ونتابع مع صحيفة الجمهورية توتر بين عون والحريري وتحضيره الإسرائيلي للبنان عبر واشنطن وفي صحيفة المستقبل اليونيفل تؤكد وجود نفق قرب الخط الأزرق لتحديد الصورة الكاملة لهذا الحدث الخطير ونتانياهو يحرض المجتمع الدولي ضد لبنان وبالصورة الميلاد في بعبدة وننتقل إلى صحيفة الشرق نتانياهو على الحدود يهدد ولبنان يشكو إلى مجلس الأمن سلامي يبلغ عون كيفية التمويل للعام 2019 وبالصورة اللقاء بين باسيل والحريري والوجوه الجدا ضاحكة ومبتسمة وبالصورة الأخرى عون مستقبلا رياض سلامي وفي الديار توتر قوي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعد اكتشاف أنفاق نتانياهو لشيء يمنع من التدخل داخل لبنان وسنقلب الموازين رأسا على عقب حسب الله لا يصرح بشيء ولا يعلق بشيء لكن الأنفاق هزت الجيش الإسرائيلي معنويا وعمليا ونختم مع البناء الجمعية العامة تسقط المشروع الأمريكي ضد حماس وحراك في الكونغرس لمعاقبة السعودية نتانياهو يفتح باب التفاوض حول الوضع الحدودي واليونيفل تتجاوب الحريري يفتح النار على مساعي الحلحلة ويسافر وشكل بشروطي أو لا حكومة وفي الكاريكاتور الشرق بعد مصادرة مولد في الشياح وزير الاقتصادي يطالب بوضع وسم أو رسم تاتو جبران بسيل أكيد موجود بقلبه يعني ما عم بفهم هالكاريكاتورات بصحيفة الشرق يعني ومش هالفكرة مش هو عم بيطالب هو عم بيرد على الشخص المشكك يعني الاتحاد العمالي مخاطر تنظر بانفجار اجتماعي أنتوان غانم بالجمهورية مخيم النازحين ما بقى ينعاش بها البلد أولا معكم حق إلى البلاد كوندور في النهار من 50 سنة مثل هنهار المبعوث نيكسون أو مبعوث نيكسون يقابل عبد الناصر ومحمود الرياض وينتقل اليوم إلى جدة مصر تبلغ سكرانتون أنها لا تقبل حلا خارج قرار مجلس الأمن وموسكو زيارة مدمرتين أمريكيتين للبحر الأسود تعقد الوضع في الشرق الأوسط وأيضا مثل هنهار تتقدم من اللجنة المالية بتعديلات قررت إدخالها على الموازنة زيادة أرقام المشروع 80 مليون تغطى بقروض وضرائب وحث في المادة 15 التي اعتبرها النهجيون انتقاصا من صلاحيات امرأة قيصر وأيضا نقيب المعلمين الأضراب مستمر برغم الضغوط من كل الجهات مدمرتان من الأسطول السادس الأمريكي تدخلان إلى البحر الأسود كنا رينا عنا ويبدو أنه كانت عملية استفزازية صحيح جمعية الصناعيين تدرس وسائل دعم التصدير زادة الصادرات 44.5 مليون في 11 شهرا وفي الكاريكاتور هون عم نشوف الكاريكاتور لبير صادق أكيد هنا نشوف أكثر الوجوه هي ما ما بنقدر نجرب في عنا تقويم أمير في الشرق الأوسط أمريكا عفوا تقويم أمريكي في الشرق الأوسط 1969 فرع مصر فرع لبنان فرع إيران فرع السعودية فرع الأردن وفرع إسرائيل قبل ما نروح للفقرة التالية رح نشوف صورة بعطتها عيدة هلأ من شوي عيدة من 30 سنة تحديدا على الأد برعاية دولة رئيس مجلس وزراء وزير الإعلام العمد مشي العون تشرفت الكلية لإعلام التوسيق الفرع الثاني بمشاركتها بحفل تخريج دورة الكلمة الحرية الأربعة سبعة كانون الأول 1988 ساعة أربعة بعد ظهر بقاعد معهد الحكم الجديدة شو حلوة وهنا هي عم تقول كان إلا شرف أنه تسلم على رئيس مجلس الوزراء بها داك الوقت وبعدها محتفظة بالكارت لليوم ترجمة نانسي قنقر